اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل موعدنا الثابت مساء كل اتنين مع اللعبة الجديدة اللي احنا بنلعبها لعب وفن الفقرة اللي بيعدها ويخرجها لنا الكاتب الصحف هي الزميل الاستاذ احمد سعيد المشرف النور اهلا وسهلا وكل سنة وانت طيب الزحم اهلا بك يا استاذ تامر وكل سنة وحالك طيب وكل المشاهدين بخير يا رب دايما ان شاء الله يا رب النهاردة حنلعب لعبتنا الاسبوعية اللي لها علاقة بميول الفنانين وهواياتهم الرياضية تمام مظبوط انت عاودتنا نبدأ دايما بفكرة او مسابقة تمام نشوف بقى المسابقة حلقتنا ديلا نشوف المسابقة انت مهدلني معاك والله انت مهدلني معاك يا محمد بهدلة انت مهدلني معاك بهدلة لا الفانيلا مش كسطورة اهي لا مش كسطورة جديدة وجميلة وهو نجم على فكرة حالي هي بس نحس انها بتاعت اخويا كبير يعني بس يعني مش مقاسي بس ماشي هو طبعا فنان كوميدي اه محبوب جدا جميل اهلاوي اه يعني اه طبعا هو متبني يعني مجموعة كده شابة جميلة اعتقد ان ممكن المشاهدين يعافوا طيب حاولوا تعرفوا جزاز احمد بركب وشي على اه صورة مين وحنقول لكم ان شاء الله في اخر الفقرة ماشي تمام نبدأ بقى كوالسنا نبتدي كوالسنا احنا عايزين نبتدي بنجم الجيل الفنان تامر حسني عندنا صور للفنان تامر حسني طبعا هنتكلم عليه وعلاقته بالكورة هو له علاقة كبيرة بالكورة هو انا بشوف ان هو عكوير يعني حتى في كذا مشهد كده في افلامه ولا في اغانيه بيعود ينطق الكورة على رجل وعلى رأسه وبتاع واضح انه كان عنده مهارة لا دا مش بس كان عنده مهارة دا كان لعب كان لعب اه طبعا تامر حسني كان لعب في نادي الزمالك لعب سبع سنين في النشئين وراح الاهلي لعب سنتين فطبعا السادة المشاهدين ممكن يفتكروا ان الكلام اللي انا هقوله دا ان تامر حسني زمالكاوي رغم انه قاعد بداياته في زمالك سبع سنين ولعب في النادي الزمالك عندنا بقى دي صورته هو في نادي الزمالك كان من مهرجان اعتزال الكابتن فاروق جعفر مهرجان اعتزال فاروق جعفر كان هو لسه من نشئين كان لسه صغير بقى في النشئين وكمان عايز اقولك هو لعب ماتش اعتزال الكابتن وليد صلاح الدين وجاب جون كمان يا اه يا خبر ربي دي من المفاجآت الجميلة مفاجآ حلوة مفاجآ حلوة تاني تامر نفسه ما عندوش اسطولة دي انت عارف ان تامر يا تمر عكس احمد السقة اشمع احمد السقة لعب فعلا في الناديين في الاهلي وفي الزمالك في النشئين الزمالك فترة ولعب في النشئين الاهلي مع الكابتن برهيم عمد الصمد تمام بس احمد السقة زمالكاوي بجد؟ اه ما نعرفش وهو ما بيقولش بيقولش خالص سقة بيقولش حتى في مرة مين سقل وشفاكر كده تهرب بنا وقال لك انا شجع منطقة مصر بس دا وكان احترف كمان في نادي امريكي اسمه سانت جورج دا جي في كتاب اسمه السيني موكور انه احترف في نادي امريكي حلو لكن السقة زمالكاوي اه وتامر حسني اهلاوي اهلاوي وعلى فكرة تامر حسني لعب مع الكابتن ايمان عبدالعزيز في جيله ياه لا بمع الكابتن ايمان عبدالعزيز طبعا نجم نادي زمالك السابق اه احنا عندنا كمان صور للفنان تامر حسني عجيبة شوية كان في احدى الحفلات بص هنا الصورة هو رايح طبعا احدى الحفلات كويس اه وهو اه 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 واحدة معجبة اغم عليها فقدت وعاياها الهامر دي استنى كده طنبورة 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 دي كانت في ايام فيلم عمر وسلم اه الهامر السودة دي نعمت هيالة تامر كانت ايام عمر وسلم لو تلاحظ بقى في بنت يعني طبعا من الحفلات والتدافع والحياة دي في بنت وقت في صورة لها وقعة هي اه وقت اه وص عليها بيشوف ايه الحكاية كويس فطبعا كان في مصورين بقى وعدسة بقى طبعا طبعا سيد شعره وجابتها في المشهد هايل 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 هو بقى طبعا نزع فكرة هي جات بعد كده قامت وفائت بعدها اه ها لانشو ها هي دي اه قامت وفائت اهو وهو اتطمن عليها وعلى فكرة تامر فيه العددي يعني انا تامر صديقي من سنين طويلة جدا وصحبي وطبعا بخلاف انه نجم كبير كلنا فرحانين به بس انا بقولك تامر بعيدا عن النجومية والفن هو فيه الحتة دي هو فيه حتة الانسانية دي وكان دايما يقول لي انه عشان جمهورك يحبك لازم تحب الجمهور وعلى فكرة هو كان عمل كمان فيلم سيد العطيفي مظبوط الفيلم ده كورة صح يعني لو تفتكر بقى الفنانة عبلة كامل يا انا ربي يدي زعلت الزمالكوية خدوا ستة رايح خدوا اربعة جاي انا عايز اقولك الفيلم ده الزمالكوية عملوا ايه عملوا العمايل عشان الفيلم وعشان الهتفات اللي فيه وعشان عبلة كامل تحديدا كانوا يعني حطنا في مربع النيران وكان بصفة مدرجات الاهل اه طبعا بس يعني في النهاية ده فن اه طبعا ممكن فيلم تاني تطلع في زمالكوية وتقول انت فات بالعكس بس هي اهلوية عبلة كامل عبلة كامل اهلوية انا عارف اه لان انا عملتها بعد كده اقيت لانا كنت بقول الكلام من قلبي وعلى فكرة يعني فنانين كتير جدا ان شاء الله هنتكلم عنهم برضو في الحلقات الجاية كانوا لعيب الكور يعني مش بس احمد الساحة اه كانوا لعيب الكور اه طبعا يعني هنيدي كان بيلعب في اجبال نادي الزمالك زي ما قلنا اه بصبوط اه وكان حد خد منه الحزاء وعاده عشرين يوم وتسبب في انه اترد من نادي الزمالك ينهرب يد كان لسه صغير بقى هنيدي اه كمان زافر العبدين كان بيلعب في الترجي زافر العبدين بيلعب في الترجي التونسي اه طبعا فنين كتير بقى هنستعرضهم في الحالات الجاية ان شاء الله كل واحد هتلاقي يعني مفاجأة كانت بالنسبالي ان هم كانوا اصلا لعب الكورة وبعد كده دخلوا بقى احتراف ده زافر العبدين اه ده زافر العبدين وهو في الترجي يا اخي خبر اه بتسويش هو صحيح اه طبعا صح فدي من الحاجات الجميلة لهم يعني ويمكن كان لو حد منهم كمل كان بقى زي الكابتين محمد صلاح بقى يعني لا بقى هم بقى محمد صلاح بس في الفن في الفن بصراحة صلاح كان مكسر الدنيا الحمد لله ويظل دايما ابننا اللي فرحانين بيه وحنفضل فخورين بيه طول الوقت الرمز السفير المصري العظيم طبعا عندنا بقى كمان فيه وقعة يعني هي محزنة بس هنقولها حصلت زمان اه ان فنان يعني اتوفى بسبب ماتش الاهل والزمالك اتوفى اه الفنان عثمان ابواصل كان مريض بالقلب وهو يعني نصحوه كتير انه هو مايتابعش الماتشاط لانه هو بيمفعل جدا جدا اه متعصب اه فاحد الماتشاط هو كان اهلاوي جدا اه كان الاهل والزمالك فالزمالك جاب جمه كويس فتعب جدا وجات له ازمة قلبية ونعلى المستشفى يا خبر ابيض الغيب ان الاهل كسب تعادل وكسب في الماتش يعني لا حوالا يا ملحقش اه يعني لو كان صبر على نفسه شوية كان لقى الاهل كسب لسه اعمار طبعا اعمار سبحان الله طبعا انا عارف ان فيه ناس بتاخد الموضوع على عصابها وعلى قلبها جامل جدا جدا درجة انا عندي صديق من كتر ما هو اهلاوي ما بيتفرجش على ماتشاط لانه ما بيستحملش مش ما بيستحملش يعني موصلت لمرحلة انه نصحنا كلنا انه ما تتفرجش لانك هتموت مننا هتوقع فبقى يروح يعمل مش عارف ايه يخش ينام يحاول يعمل اي حاجة بس اما ما ينفش كل خمس دا يجي لنا ينطلنا ها حصل ايه كام كام لكن فعلا فيه ناس بتيجي على عصابها زيادة عن الزر طبعا طبعا عندنا بقى يعني من الفنانين اللي انا بحبهم قوي الفنان احمد رمزي اه طبعا انا يعني هفجأك بصورة لي مع والدته ويعني ودي من الصور النادرة جدا او ممكن يعني انفراد يعني حد تشافه خالص بص الفنان احمد رمزي وهو كبير مع والدته اه دي صورة انفراد لينا وعايز اتكلم بقى عن احمد رمزي في الكورة دي اول تريد صورة الوالدة احمد رمزي تظهر على الشاشات نهائي دي اول مرة تظهر كانت هالم برده طبعا هالم طبعا الفنان احمد رمزي طبعا هو والده كان الدكتور محمود بايومي ده دكتور جراح مخ وعصاب وهو كان صديق الدكتور محمد سليم والد الكابتن صالح سليم في مدرسة واحدة كبروا مع بعض في الاعدادي كانوا بلعبوا كورة وكان احمد رمزي بيلعب بس كانت رجل اليمين ضعيفة شوية فكان بيلعب يعني جناح شمال كويس طبعا الكابتن صالح سليم كمل بقى وكمل في النادي الاهلي احمد رمزي بقى راح في كتوريا كل جدا وكمل وراح في سكة الفن هو كان احد الناس اللي خلوا الكابتن صالح سليم يمثل وشجعوا طبعا ان الصداقة كانت قوية جدا بينهم كان معهم طبعا الفنان عمر الشريف وفنان فاتن حمامة وهم كلهم اهلوية بالمزمة كلهم الجيل ده كله اهلوية وفاتن حمامة شلة دي اهلوية طبعا وكانوا اصدقاء جدا للمايستر وصالح سليم طبعا انا سألك سؤال احمد رمزي طالع لعيب كرة في فيلم ايه هقولك الفيلم القلب لقى احكام برافو عليك قلب لقى احكام مع فاتن حمامة لما كان هو اه دكتور في كلية الطب بيدرس وكان لعيب مشهور في احد الاندية وبعدين اتعرف على فاتن حمامة بقى وعمل فيها المقلب الاولاني وبعد كده وقع في حبها وبتالي وكمان هو لعب كمان كرة ماء وكان في منتخب مصر يا اه هو كان غوي غياضة جدا اه صح وهو لقى على واقعة تانية بقى كمان جميلة كان فيه لعب في النادي الاهلي اسمه حمدي كاروان اه طبعا اللعب ده كان طبعا لعيب كبير وكان مدافع في النادي الاهلي بصبوط اه اللعب ده كان صديق احمد رمزي اه احنا عندنا صورته هو صغير وهو له صورة هو كبير هو توفى كبير يعني تمام اه الكابتن حمدي كاروان كان بيغني كان صورته حلو يمكن ده للسبب ان هو قاله عليه قاله عليه كاروان اه فمن الحاجات الجميلة ان احمد رمزي قاله ان هعمل لك مفاجأ ايه هي بقى خده يعني خلاه يغني قدام ام كلسون اوبا تخيل بقى يغني قدام مين فجأه كده في قعدة وقال له تعالى اغني الغريب بقى انها يعني عجبت بصوته جدا وقالته انت لازم تغني انت موهوب يعني بعد كده بقى احمد رمزي خده مسل معاه في فيلم اسمه شياطين الجوة شياطين الجوة اه خده معاه في الفيلم ده ودي كانت من الحاجات الجميلة جدا جميل كانت العلاقة حلوة او في الزمن ده وكانت الناس بتحب تخدم بعضها وتساعد بعضها عكس دلوقت الناس عايزة تدوس على رقبة بعضها طبع طبع بالاسف يعني عندنا في الكواليس كده فاكر مسلسل الفرسان اه انا عندي صورة في المسلسل فرسان ده احمد عبد عزيز اه طبعا اه انا فاكر فيه شط اللي احمد عبد عبد عزيز فيش وقت لا تتمرر من الكلام احمد عبد عزيز اهلاوي على فكة بالمناسبة جدا لا خلاص طالما اهلاوي مش حكينا عن الشط خلاص ده فيه شط معرفش المخرج عمله ازاي مش 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 بسدد لشط عمله ازاي لو بتاع عبد عبد عزيز هو بيتقنل بموت سلو موشن حاجة حاجة عظيمة يا مصر يعني مش بسدد عمل ازاي بس طالما طالما اهلاوي نسامحوا على المشاهد ده يعني اعايز اقولك ان الصعوبات الناس دي كان بيتواجه الصعوبات يعني هو كان بيصور احد المشاهد على الحصان والحصان كان مريض وبين في الصورة يعني معنا الصورة مش عاية اهي بص حددك على عين الحصان بص شوف عين الحصان والمرض اللي في العين اه يعني ده طبعا صعوبات كتير كنت بتواجههم ومع ذلك خرج المسلسل ده عظيم جدا طبعا المسلسل واحد من اهم المسلسلات التاريخية يعني باقل الامكانيات عملنا مسلسل عظيم يعني انا بيوضح بالصورة دي ان كان معاناة ومع ذلك عملوا حاجة جميلة جدا حتى الحصان جميعان حتى الحصان نفسه جميعان اه احنا اتكلمنا طبعا عند ذكرة او حتى اتكلمت عن ذكرة النجمة الجميلة الفنانة الشريفة فاضل اه الله يلحم الله وفاتها يعني اه وفاتها بارح اه طبعا احنا فقدنا فنانة عظيمة وفنانة جميلة واهلوية جدا اهلوية اه وده بكشفه يعني ما تقلشع بكده ان كان جارها كان جار والدها الكابتن الكبير مختار تيتش اه طبعا لازم تبقى اهلوية طبعا تيتش ده الرمز من ربوز العين طبعا لما تبقى جارة الكابتن مختار تيتش طبعا فلازم تبقى اهلوية جدا بالفجرة كذا فنان كانوا اك Martinez اكيد اكيد كانوا فستيدة زينة طبعا الفنانين كتير كان منهم فريد شاوي وحش الشاشة اشهر اهلاوي اه طبعا chair معنوة وهو كان بيعلنها اهو فريد شاوي كان بيقول طبعا نقول لك معلومة ما تعافاش بقى عن شريفة فاضل شريفة فاضل هي اللي أحيت فرح والدي و والدتي ياه طب دي مفاجأة بقى للنقل دي مفاجأة والد الله يرحمه طبعا لإعلامي طبعا لإعلامي الكبير الله يرحمه ويحسن إليه شريفة فاضل كانت هي نجمة الحفل الزفاف وهي اللي أحيت الفرح مجموعة عبدالفادلين جوا منهم عبدالحليم بس ما كانش هو اللي بيحفق يجيه وقال كلمتين وقال حتة لكن مطربة للسياة الفرح كانت شريفة فاضل الله يرحمها يعني فندي معلومة بقى نترحم عليها نترحم عليها وهي من قبل يعني كانت زكرة شخصية مهمة الله يرحمها طبعا لإعلامي الله يرحمها يرسل إليه آه هو ينفع حد يحضر عزاه حد يحضر عزاه يحضر عزاه آه لا ما شفتهاش قبل كده دي ولا هتشوفها آه طبعا إنه هيبقى مات أساسي طبعا إزاي يحضر عزاه جديدة آه طب إيه رأيك إن ده حصل مع فنان جميل الفنان ستيفانو رستين إحنا هنشوف الخبر هو كاتبه بنفسه هو بنفسه اللي كاتب هي على شاشة إيه الله يرحمني ويحسن إلي اللي حصل الله يرحمني ويحسن إلي آه نظبط ليه بقى كان كاتب ده ليه آه لأنه هو كان يعني فترة كده سنة كم أعتقد حاجة وستين لا في الستينات اللي مكتوب فوق ده حاجة وستين آه يعني مش عارفه حاجة وستين آه تلاتة وستين أنا شوفت سبتة تسعة معلش آه تلاتة وستين اتنين وعشرين ستة تلاتة وستين آه الواقع دي كان هو يعني اختفى فترة كده في تلات إشاعة إنه هو اتوفى آه فخرج رايح بقى إيه نقابة الممثلين فهو مش عارف بقى اللي حصل أو الإشاعة طبعا ما كانش فيه لموبايلات ولا سوشيال ميديا ولا أي حاجة طبعا فقابل واحد استغرب جدا لقى بيبوصوا وبيحضنوا وهو مش فاهم ليه آه وقال له انت رايح فين قال له أنا رايح النقابة قال له طيب أنا جاي معك فراح نقابة الممثلين لقاهم قاعدين كراسي وزعلانين جدا وحزنانين فعازة بقى هو مش عارف عازة مين قاعد تخيل فوجئ بإن كله بيبوص فيه بقى وبيحضنوه إيه ده انت موجود إنت عايش إيه يا جماعة في إيه هو ده عازة مين قال له العازة بتاعك إنت إحنا ده عازة سنة درستي يا خبار ربي فراح هو كتب المقال ده الله يرحمني ويحسن إلي فكانت حاجة شوف خفة الدم وسرعة البديهة والروح الحضرة طب إيه الصورة اللي كانت أنا شفتها من شوية صورة كان بيخسن العربية نو صورة بيخسن العربية صورة طريفة جدا ليه شوفها كده من الصورة اللي جاية كان بيخسن العربية بتاعته بس صورة الدنيا حر بقى وفن اللي حملاته بتاعي يعني وضعه مش ملائم خالص خالص طبعا الناس دي كان عظيم كان عظيم ده كان حاجة يا شخصية بتتكررش من أجمل الشخصيات طبعا اللي احنا طيب عندنا كمان صورة يعني من الصور الندرة شوية تلاقيه أمو كلسوم بتجهز الأكل أمو كلسوم شوف كده صورة كانت بتجهز بأيديها الأكل ودي حاجة كده من نادر ان انت تشوف آه طبعا دي صورة أول مرة تطلع كمان يعني نطلعتش بردار بل كده خالص هي اللي بتطبخ بأيديها هي اللي بتجهز الأكل بأيديها وكتعزب ناس لا وهي هنا في سن كبير يعني مش شاب صغيرة آه هي كده سيدة طبعا سيدة سيدة الجناء العربي وفنانة عظيمة فبالتالي حديثة كمان ناكل سنت بيت شطرة ومضيافة طبعا عندنا صورة بقى غريبة قوي طيب كله عشان ده وقت بيخلص فمعنش هنأجل التليفون النهاردة هنأخذ صورة وبعد نقفل بالمسابقة عشان خلاص ما عفش الوقت جيلي بينا النهاردة في الزكرات بتاعتك تمام عندنا صورة للفنان روش دي أبازة آه وهو بيعمل فيش وتشبيه حقيقي في الاسم تخيل بقى انت الدومجوان بيتفيش آه ده فعلا آه يعني آه بيتفيش آه بيتفيش آه طب ايه سبب بقى بيعمل فيش وتشبيه آه بيعمل فيش وتشبيه كان ايه سبب ده مشهد ولا ده على الحقيقة ده لا لا حقيقة حقيقة اسم حقيقي وهو راح فعلا بيعمل وده يعني آه مش مشهد من الفيلم ولا كواليس فيلم تمام اه اللي حصل ايه هو كان بيفتتح مطعم حم يعني عامل مطعم مكارونا ايطالية. تعرف بقى ان والدته كانت ايطالية. طبعا. فهو كانت بيحب المكارونا الايطالية. فوسط البلد. فعشان يفتتح المطعم ده طلبوا منه من ضمن الاجراءات ان هو يعمل الفيش وتشبيه ده. عمل فعلا الفيش وتشبيه وراحوا تصور الصورة دي الانفراد ما طلعتش برده. مش بقى قالوا انه بقى انت مفننه ومشي حالكم. لا. راحوا تفايش. راحوا عمل الفيش وتشبيه. حلو. وبعد كده والدته خالدت المطعم ده على فكرة. فعلا. اه بعد ما توفقه. الله يرحمه برضو رجعب ازا ده ممكن ما نتكلم عنه حلقات ده. لا عندنا حاجات كتير. ده عظيم ده. عندنا دي حاجات كتير. يعني رمز الرجولة والمسامة في السينما المصرية والعربية. طبعا. طبعا. طيب نختم بقى بالمسابقة. المسابقة اللي كان الاستاذ احمد حطت عليها صورتي. وكانت فادلة بتاعت اه جدي. هذه الصورة اللي بعدها بقى نشوف الاصلي. نشوف الصورة الاصلية. اشرف عبد الباقي. اه. حبيبي واخوية ونجب كبير طبعا. اه. يعني صورة طبعا جميلة. حبينا بقى ان احنا يعني ايه. اه. حلوة. حلوة طبعا. حلوة اللقطة حلوة. ولقطة مميزة جدا. 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 اشرف طبعا نجب كبير. والناس الخلوقة. المهزبة اللي الناس لازم تديها قدرها واحترامها يعني. شرفت ونوارت و النهار ده كانت ممتعة كالعادة. ومستنيني جديد لزبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.